أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة اليوم بحلقتنا بدنا نعمل كمان مراجعة بس عن present والpast tense نحنا أخذنا أمتين الأفعيل منحطهم بالpresent tense وأمتين منحطهم بالpast tense إذا أنا عم قول أنه أنا yesterday مبارح رحت عند الحكيم I went to the doctor ما بقول I go to the doctor I go هي بالpresent قبل إذا بدي إحكي شي صار وخلص بالماضي بقول I went وبالزمن الماضي قلنا أنه الأفعال مش كلهم منزللون إيدي في البعض منهم بقللون irregular verbs irregular verbs هنا بيتغيروا كلهم مثل go شو بتصير went وأنا عندي هون قدامي irregular verbs شوفون بتتذكرون أصدقائي؟ أخذني هون قبل وبدنا نلعب هلا game مع بعض بدنا نلاقي كل verb past تابعه رح بليش بي verb to buy يشتري باي تعو ندور على ال past tense تابعه شو past tense تابعه باي؟ boat very good تعو نشوف وين فينا نلاقي boat ما في لقي boat؟ هيدي boat buy boat buy boat بكمل عندي run run present tense I run أنا بركض I run تتنلاقي past tense تابعه شو بقول أنا؟ I بالماضي run وين run؟ لقيتها؟ هيدي run 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 كمل عندي read read آي read أنا أقرأ I read شو الماضي تابعه؟ I read بالماضي yesterday I read تنكتب مثله طلعوا تنكتب نفس الشي بس تتغير اللفظة read read بصير الفوزة read مثل color red هلأ عندي fly I fly I fly أنا أطير I fly شو الماضي تابعه؟ هيدا هي تعونا نقرأها مع بعض fly flew fly flew very good نكمل عندي هلأ see I see أنا أرى I see أنا أرى الماضي I so تعونا ندور علي رؤية نحط نحط بعض لقيتها هيدا هي فإذن see so هلأ عندي رحة write write I write أنا أكتب write عندي fall drank hide wrote لقيتها write I write أنا أكتب بالماضي بقول I wrote I wrote أكمل إذا بتحط drink أنا أشرب I drink I drink وين عندي drink هيد drink drink drank drink drank كميل عندي fall بعد عندي أربعة fall يوقع بالماضي شو بقول fell وين هيدي طبعة fall 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 بالزمن الماضي عندي هلأ hide شو شو الباستنس طبعة هيد أو سوام هيد طبعا هايد بتصير هيد فإذا هود الأفعل كلهم شو بقلهم الرغلير verbs بالباستنس بيتغيروا كلهم ما بزدلهم إيدي بس بعد عندي هلأ verbs رح حطهم عندي drive I drive أنا أقود مين بيقدري يلاقي باستنس طبعة drive 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 عندي catch يلتقط I catch إذا بدي أقول المبارحة أنا ألتقطت وليس تدبي I coat متل boat اشترى coat التقط catch coat هلأ عندي eat الماضي بتصير eat 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 وآخر شي عند sleep ولي slept أو swam slept sleep slept swam هي الباستنس تبع swim I swim بالزمن الحاضر إذا بالزمن الماضي الشي صار وخلص بقول I swam فإذا عملنا مراجعة ما تنسون بيتغيروا كلهم هذي الأفعال irregular verbs past tense ونحنا لازم نحفظهم حتى نعرف كيف نغيرهم ونحولهم خلينها لأن نتوقف لفاصل صغير وبرجع لكم أنا للفقرة التالية ترجمة نانسي قنقصة 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 I can be like superman, I can jump like spider-man But I will learn, 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 learn Am that so cool هلأ أصدقائي تنتمرن أكتر وأكتر في عنا تمرين بدنا نعمله سوا تمرين بقول write the past tense of the following verbs مش كلهم irregular verbs نتبهوا في منهم رح زدلهم إيدي وفي منهم رح غيرهم كلهم بيكونوا irregular verbs ما نبانش بأول verb take, take, I take أنا بأخذ شو بقول بالماضي فيه يقول take'd no بقول took took, take, took من كمي عندي come, I come بالماضي I came الأو بتصير A come, came begin 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 يبدأ I begin أنا أبدأ بالزمن الماضي أنا ابتدأت I began هاو دي ثلاثتون irregular verbs بيرجع عند اللي بعده sit I sit أنا أجلس شو بتصير بالماضي؟ sad sad I fall بالماضي بتصير I أنا أسقط بالماضي أنا سقطت I fell ما بقول fold بتصير fell become little come بتصير became come بتصير came become بتصير became عندي play في قول played yes played ملا irregular بزد لا ايدي بتصير played say شو بتصير؟ I said تتغير تتغير talk 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 في قول I talked صح؟ it's not an irregular verb ووق شو بتصير؟ شو بتصير؟ متل talk walked شو بتصير؟ شو بتصير؟ متل talk فإزاً عندي talked وعندي walked بقي عندي two verbs write وعندي see شو بتصير؟ أنا كتبت بالماضي بتصير wrote irregular verb irregular verb بتصير saw irregular verb فإزاً تاغو نعمل circle عال irregular verbs عندي take بتصير took come came begin began sit said fall fell become became say بتصير said write تصير wrote see بتصير saw هاو دي هنه irregular verbs أما هلأ أصدقائي بديكن تركزوا معي مليح رح اكتب لكن على اللوح بعض الكلمات وهلأ بدي تشوفوا شو المميز بهاو دي الكلمات أو بهاو دي الأفعال أول شي رح اكتب dress watch brush brush go and fix شو المميز بهاو دي الأفعال؟ I dress يعني أنا بلبس إذا بلبس فستان في البس لبادية watch وشاهد brush بفارش وشاهد go go يذهب fix يصلح إذا بدي أقول أنا بدي أكتب مع subject pronouns بدي أكتب بـ verb to play بالـ present tense شو بحط i play i play i play you play he play she play إذا عملت أنا غلط انتبهوا it play we play you play you play they play they play he she it he شو بقول؟ he dresses هي يزيد على dresses أس واحدة؟ تزبط هيك الكلمة؟ ما بتزبط لأنه بتخلص بـ S شو بعمل أنا؟ بزيد ES بتصير dresses watch لأنه بتخلص بـ CH بزيد ES بتصير watches brush لأنه بتخلص بـ SH بزيد ES brushes go لأنه بتخلص بـ O بتصير goes fix لأنه بتخلص بـ X بتصير fixes هاودي الفيربز استخدمتن أنا لحتى نتعلم لحن نتعلم قاعدة جديدة بالـ present tense صحيح لحن مع هي، she و it منزيد S متل plays she plays he plays it plays بس فيه فيربز يلي بيخلصوا بـ double S أو S CH SH O X متل الأفعيل التالية ما بزيد بس S بزيد ES مع هي، she و it خلينا نكتبون إذا بدي اكتب أنا verb to watch بقول أنا I watch I watch you watch he watches Z-E-S it she watches she watches it watches we watch we watch watch they watch تدلع شو صار؟ بدل ما زيد S زدت ES لأنه بتخلص بيخلص الـ verb بـ CH ونفس الموضوع إذا كان عندي verb to go رح اكتبه بغير color بقول I go you go he goes بزيد ES مش اس ما بكتبه goes بهالطريقة غلط she she goes she goes it goes we go you go they go شفتوا أصدقائي هاو دي كلهم بالـ present tense بدل ما زيد S بزيد ES بتخلص بـ S-C-H-S-H-O and X هيدا إذا كان بالـ present هلا إذا بدي حطو بالـ past tense بتاعوا نشوف verb to play هل هو regular or irregular verb فيقول played بقدر بتصير I played you played he played she played it played كلهم بصيروا played بالـ past tense watch شو بتصير watched كمان اه بصيروا كلهم watched بالـ past tense بزيد شي اس بالـ past tense مع هي شيئت بقول هي watched لا بالـ past tense كلهم نفس الشيء بس بالـ present منزيد اس مع هي شيئت وطبعا إذا كان بيخلص متل ما قلنا منزيد اس ما تنسوا هدي القاعدة اكتبوها عندكن وتمرانوا عليها هلا نتوقف لفاصل صغير لحتى نرجع نكمل بعض التمارين بالفقرة الأخيرة برجع لكم موسيقى 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 فإذا أصدقائي أول تمرين Choose the correct verb form to complete each sentence أنا بكل جملة عندي كذا verb بدي نقل الverb الصح My father always catches or catches his plane at the last minute دايما نباية بإخر لحظة بيوصل على الطيارة أو بيقدر يلقى الطيارته يعني يوصلها شو بحط أنا? Catch تخلص بCH شو لازم زد لها يعني? My father معنى تهي مع هي شيئت بدي زيد أنا S or ES ولأنه بتخلص بCH كيف لازم بكتبها؟ بها الشكل Fatches مع ES هاي غلط وهاي غلط تاني جملة Every morning they watch the boats that pass by كل صبح هني بيشاهدوا القوارب البوتس يلي بيمرقوا عندي أنا they مع they بزيد S or ES؟ بالPresent؟ لا ما بزيد فإذا بقول they watch مش watches they watch the boats that pass by boats جمع boats جمع ما بحط ES ولا S that pass by منكمل تالت جملة واخر واحدة When I travel by train لما أنا بسافر بالقطار I sit أو sits مع I بزيد S أو ES لا I sit مع هي شيئة بحط S أو ES I sit next to the window بقعد بجانب شباك My mom إمي take أو takes the seat بتاخد المقعد اللي حدي My mom هي مفرد مؤنس محلة بحط she or she takes مش take the seat next to mine She read أو reads أو reads بحط S أو ES مش read أيّة وحدة بحط S أو ES طبعا نشوف بشو بيخلص الفرب بيخلص بD يعني بزيد S ما بيخلص بO أو X أو CH أو SH أو SS ما بيخلص فيه ونلزدلو ES بيخلص بD بحط S بس She reads magazines and I solve أو solves I solve Puzzles هلا أنا آخر exercise بهذا exercise بدي أنا وياكم نقرر إذا الverb بدنا نحطه بالpresent أو بالpast she go to Australia last summer بالصيف الماضي present or past past go بصير went irregular verb she went to Australia Australia عرفت أنا من last summer my father usually عادة بي بيحب الفيزا مع الزيتون عادة هيدا الشي بيتكرر بالزمن الحاضر يعني present my father likes ما تنسوا الاس لأنه ما يفاضر فيه حط محلو هي هلا the dog eats its toy last night بالليلة الماضية الكلب أكل اللعبة تابعه last night يعني بالماضي بحط ate irregular verb the policeman talked to the burglar yesterday حكي مع السرق أو اللص مبارح ال policeman مبارح yesterday past والtalked مع ايدي my friend talk a lot every day كل يوم كل يوم كل يوم بالزمن الحاضر بيستخدم present my friend في حط محلو هي talks بالpresent tense فإذا هيدا بالpast past past وهو دي بالpresent أصدقائي إن شاء الله تكونوا تعلمتوا معي اليوم كيف إذا أنا عندي verb بيخلص بdouble s c h s h o or x بالpresent tense مع هي شيئة بزدلوا e s مش بس s وتعلمنا كمان وتذكرنا إنه بعض ال verbs بالpast بالزمن الماضي بيتغيروا كلهم بقلهم irregular verbs مش بس بزدلهم ايدي بغيرهم كلهم بدنا نحفظهم مع بعض قدتنا وشوفكم بالحلقة المقبلة باي موسيقى 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 موسيقى